النور هو الوضوح والوضوح بالثلاث أشياء بي أحكي فيها أول شيء الماديات أنت سأل حالك وأنا بسأل حالك فيه وضوح بمادياتك كيف هم تجيب المادي وكيف هم تصرف المادي ويا ما في عالم اليوم بتكذب بقول إذا ما كنت زئب أكلك الزئاب بتكذب بالتجارة تشتغل أشغال ملتوية تشتغل شغل بتستكريد العالم بتستغل الظروفية مشين تستفيد الماديات أو من ورا الماديات بيصير في مشاكل عائلية بيصير في مشاكل كتير من ورا الماديات مشين هيك اليوم أنت فيه وضوح بمادياتك كيف هم بتدخل المادي وكيف هم تصرف كمان المادي في أشخاص إذا ما قلن إذا في عائدة فقيرة بتدحليب بيقلك ما ما يأكل الوضع ممنح بتلقي تاني روم روحها بلد سفر وعمل مشين يعمل شهويته مشين يصرفها شهويته مشين هيك طريقة تكون في وضوح كمان بيصرفك للماديات مش أمام العالم هلأ منشوف أمام مين بدو يكون تاني نقطة بدنا نحكي فيها عن النور عن الوضوح هي العلاقات وبالأخص مع الجنس الآخر يعني اليوم أنت أو كان شاب أو كان امرأة نظرتك للرجال أو نظرتك للامرأة فيها شهوية غمصتك أو تفوتوا على الإنترنت أو تفوتوا على الفيسبوك أو تيجي بكل موقف بيكون فيه غايات من ورا ناظراتنا للجنس الآخر هيدا الشيء أنت يكون واضح فيه وما تكون مرتوي هم بتكذب لأنه الله ما بيحابي الوجوه الله بيعرف ايش فيه بداخل الإنسان تالت نقطة الانفعالات شو هي الانفعالات يعني اليوم ردت ردت فعلك فيه غيرة فيه حسد فيه غضب فيه نميمة بدنا نقطة الآخر بالكلام هيدا تحذب مليون شغلة بتبين هي بيسموها الانفعالات يعني المشاعر السلبية المخفية التي تظهر فجأة فيه قيام بتلقي مشاعر ما فيه شي فجأة نبوب صح طلعت مشاعر سلبية خود هون كمان لازم يكون فيه وضوح الهول هولة ثلاث اشياء إذا ما كنا واضحين فيهن مش هنكون نحنا نور بالعالم هيدا بيسموه الهدوء المخفى يلي بيبقى مبطن بس هو بيبقى كله مليان غضب مثل البركان يعني صحيح صحيح وما حد نقرب صوبي بتشوفي أش بيصير فيني هالأمور بتحتاج ضروري تأنتي وأنا نكون نور بالعالم نكون عنا مجد الرب لأنه مجد الرب علينا يورا هذه الأمور تحتاج إلى الوضوح من جميع النواحي بحياتنا فالرب هو الذي ينير أعماق قلوبنا ليشفينا مشان هيك اليوم بأيوب منشوف بأيوب 28-11 وأبرز الخفيات إلى النور الرب بيبرز الخفيات كل شيء مخبى بالدخلك بيبرزه لوين لنور بدانيال 22-22 شيء بقول هو يكشف العمائك والأسرار هو بيكشف كل شيء مخبى كل شيء سر بيكشفهم يعلم ما هو في الظلمة الرب بيعرف أشفي بقلبك يمكن بتخبين علي بتخبين عمرتك بتخبين علينا بس الله بيعرف أشفي هو يكشف العمائك والأسرار يعلم ما هو في الظلمة وعنده يسكن النور النور عنده بيوحنا 23-20 بيقول لأن كل من يعمل كل من يعمل السيئات يبغد النور يعني يبغد الله يبغد المسيح يبغد يسوع بيخاف يقرب عن النور أنا اليوم بدي أسأل سؤال من يعمل دين ولكن أنا كنت شخص مسيحي وكانت روح كل أحد هالكنيسة وكانت عامل بيش بيتي وقول نحنا صغرتي ويه طبع المويرني ونحنا المسيحيين ونحنا كان كل عمالي سيئات تب كيف أنا هون كان كل عمالي سيئات يعني أنا ببغد يسوع ومفكر حالي أنه أنا مسيحي اليوم أداش في عالم اليوم مسيحيين هالهوية هني بيتبرو أنه بأمنين وبيحبوا يسوع وهني بأعمال سيئة وبيحطوا العذر بيبغدوا يسوع وهون بيقول لأن كل من يعمل السيئات يبغد النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخه عماله بشي هيك اليوم تيجي تتخبري عن يسوع بيهرب نعم تاعة الكنيسة تاعة اجتمع تاعة لا 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 بيصير اتهمنا اتهمات منصير نحن الغلط هو الصحة ما يتكشف أخطاءه لأنه ما حدا بيجي عن نور إلا ما بده الرب يدوه كله بده النور بتدوه الوصح اللي فيه بقى بيغرب من النور ويبلش يكب إيدانات يعني اليوم أنا مليون شخص يمكن حكي إلي بالسيئات بس ما حدا بيواجهني تيحكي أنه يتحور ليش على ما أظن على ما أظن أنه لو بيقاب بيوجي وبيحكي بينكشف الظلم اللي هو فيها لأنه بدي أحكي بالكلمة أنا يعني بخاف ينكشف مئة بالمئة طيب هون سؤال لي وليك أنت إذا مسيحي أنت بالحقيقة هم تستمد نور من يسوع وهم بتكون نور بالعالم ولا عندك التواء هون بنشوف أنت تغيرت واختبرت النور بحياتك بنشوف هون لكن شو بيقول بأيوب 33 27 28 يغني بين الناس فيقول قد أخطأتوا وعوجت المستقيم ولم أجازي علي فدى نفسي من العبور إلى الحفرة فترى حياتي النور أنت اليوم شفت النور بحياتك فيه أشخاص بيقولوا أنا بحبي يسوع مع أنا وصغير يعني من أنت وصغير بالنور يعني ما بتعرف شو الظلمي ما العالم كله بالظلمي وإذا ما كنت مثبت عينيك هالنور وإذا ما كنت أنت مثبت عينيك ومثبت حيلك بالكلمة بالنور كيف بدك تكون بالنور بالعالم إذا ما بتنين أبينا بتنين سلم تعتبر حيلك أنه أنت صرت نور هذا الشيء ما بيصير مش صحي مش إن هيك اليوم منلاقي مش إن هيك يقول محبة العالم وأغراءات العالم وشهوات العالم عداوة الله مش إن هيك اليوم نحنا بدنا نعمل فحص لاش يا باسي ما بدنا نعمل فحص لأنه الظلمي ترمز لإبليس والظلمي ترمز للموت وإبليس هو مشيء وإرادته أنه يكون بيتركك عنده والظلمي بأرضه بمملكته ما بدون أنه هو إرادته أن يهلكك ويدمرك مش إن هيك الرب يجب أن يخلص الإنسان يخلصه ويكشف نور ولا مش إن هيك أنا اليوم بسألك أنت اليوم اختبرت النور بحياتك بسأل حياتك إيه أم لا ما تقول نحنا المسيحيين نور بالعالم قول أنا اختبرت النور كانت عامة وبصرت صرت همشوف النور بأشاية 9-2 شو بيقول الشعب السالك في الظلمة الشعب السالك في الظلمة وأكننا صغار أنا ما كنت أمشي يعني بعدني إساء أمي بتحملني ما كانت سالك بالظلمة يعني هيدا الشي ما بيدل هم مسيحيتي وهيدا الشي ما بيدل إذا أنا وصغير أخدوني يا كنيسي أو عمدوني أنا وصغير مانيت أصلت نور بالعالم لا هيدا الشي كنت أنا سالك بالظلمة الشاب الذي سيئلك في الظلمة أبصر نوراً عظيماً. إذا كانت شفت نور عظيم تعرفوا وقت نحن منختبر الرب يسوع. وقت يكشف لنا نوره والرب يسوع بحياتنا من انبهر. يعني أنا بشبهة مثل إنسان أنا كاملي 29 سنة وقت شفت النور شفت يسوع. كانت كأني قوضت بلتحت الأرض 29 سنة بالعتمة. وقت شفت النور صرت مبهور مثل ما كان بالسجن 29 سنة منه شيف دو. بيتلع من السجن ما بيهد فيه يتطلع بالضو وينبهر. ويسوع بعد بيشرك نوره وقال لك بدك تنبهر. أنا بعدني لليوم مبهور من نوره. بيجي واحد بيقول لك من أنا وصغير. لك أي صغير إذا مكون نور بالعالم والضوء للآخرين. بدي زيد شغلي. بفضلي. يا خوفي بدي أقول للمشاهدين موضوع جداً أكتر من رائع. يا خوفي يكون نورك ظلمي. فانتبه أي نور عم تتبع. لأن فيه أنوار مزيفة. أنوار بتجذبك للهلاك. يعني فيه أنوار بالعالم أنوار خفية. وفعلاً هي خفية. وفيه نور الرب يلي هو حقيقي. نور يلي بيعريك من كل خطياتك. بينظف كل شي فيك وكل شائبة بيشيلها. وبتيرفعك مش ليدينك. هيدا الفارغ. ترجمة نانسي قنقر